حاجة بس مش عايز عاديها ذكرت محمد عبد المنعم وعايز ألك عرأيك انت تحديدا في محمد عبد المنعم أحسن سردباك في مصر بس بقاله فترة بقاله ستة شهور لو ياسر إبراهيم مش موجود عبد المنعم كان بقى في مشكلة كبيرة يعني جزء من نجاح عبد المنعم آخر فترة دي من ساعة ببطولة كاس الأمم هو ملعبش أقاف كاس الأمم كان حجازي واللي خلى خلي بالك حجازي رجع من صليبي بقاله فترة في السعودية ما ببالعبش حجازي ليه بمطش واحد قبل منتخ فحجازي وعبد المنعم اللي خليهم مش أحسن حاجة للتنين ولا عبد المنعم في التوب فورم ولا حجازي في التوب فورم ياسر إبراهيم شائل عبد المنعم كويس قوي ياسر إبراهيم أحسن سردباك في مصر آخر 3-4 شهور مستوى ثابت من كاس العالم الأندية بيقعد برجع متحسن هو بعيد فمحمد عبد المنعم أحسن سردباك في مصر وأكتر رأيب شايفه هو إبراهيم سعيد يعني عامل زي إبراهيم بالنسبالي إبراهيم ولا عبد المنعم إبراهيم سعيد محمد عبد المنعم أحسن سردباك وقابلته قلته قلته مرة طلله أنا بحبك جدا وأنت سردباك عالمي يعني بص أنت وأبراهيم سعيد أنا الاثنين بالنسبالي وأكتر اثنين بحبهم عبد المنعم بقى له شهرين ثلاثة مش هو عبد المنعم ما عرفش تفكيره بيفكر أن هو عايز سافر بس خلاص الترانسفر أفل